جمعية دار البر تقدم الى يوم الدين وسلم تسليم مزيد اما بعد فاسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين وان يسلك بي وبكم سبيل الراشدين حياكم الله اخواني واخواتي الى هذه المحاضرة في هذا الشهر الفضيل والذي اسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الاعمال حديثي في هذه المحاضرة وفي هذه الكلمة حول موضوع من اهم الموضوعات الا وهو الصبر على الابتلاء تعلمون اخواني واخواتي ان سنة الله جل وعلا الكونية القدرية في عباده هي الابتلاء ولذلك ربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ويقول جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمله ويقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابري الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ويقول الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ويقول الله جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ويقول جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولذلك سنة الله الكونية القدرية في خلقه وعباده هي هذا الابتلاء فآدم عليه السلام ابتلي بلاء عظيم لكن كانت العاقبة حميدة ولله الحمد لما صبر وهكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ما من نبي ورسول إلا وقد ابتلي نوح عليه الصلاة والسلام ابتلي وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي وموسى وعيسى ويونس وأيوب ونبينا عليه الصلاة والسلام وأشد الناس بلاء هو نبينا عليه الصلاة والسلام فقد لاقى من الابتلاء الشيء العظيم الذي لم يحصل لنبي قبله عليه الصلاة والسلام ولذلك أخواني وأخواتي الابتلاء سنة ماضية في الخلق وفي العباد ولذلك يختلف المسلم عن غيره في التعامل مع هذه الابتلاءات ومع هذه الأمور التي تعرض له في طريقه وفي حياته فالمؤمن يتعامل معها تعاملا إيمانيا لأنه وقف على قمة الحقيقة ويفسر هذه الابتلاءات تفسيرا صحيحا ولذلك تجد عند المسلم من الطمأنين والراحة والتعامل السليم باعتدال وبتوازن الشيء الذي يفتقده كثير من الناس فالمسلم يستثمر الابتلاءات والمصائب يستثمرها استثمارا صحيحا بينما غير المؤمنين قد ينهون حياتهم عند أول ابتلاء أو عند وجود مصيبة أو بلية قد يلجأ إلى الانتحار يلجأ إلى إنهاء حياتي حتى يتخلص من هذه البلية ومن هذه المصيبة أما المؤمن فيختلف ولذلك تجده يتعامل مع هذه الابتلاءات تعاملا سليما ولأجل هذا إخواني وأخواتي بالنسبة لمسألة الابتلاء المؤمن أولا يعلم بأنها من الله عز وجل ما من بلية وما من مصيبة وما من أزمة تمر على الإنسان سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي أو الأممي إلا ويعلم بأنها من قدر الله فالله جل وعلا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا قل جل وعلا وجئت على قدري يا موسى ولذلك الآيات كثيرة وهذه عقيدة راسخة عند أهل الإيمان أنه ما من شيء في هذا الوجود إلا وبقدر الله الخير والشر والصحة والمرض والغنى والفقر والسلم والحرب وكل شيء إنما هو بقدر الله ولله الحكمة البالغة في ذلك الأمر الثاني يعلم المؤمن بأن قدر الله نافذ وقضاؤه ماضي ولذلك ربنا جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وخلق كل شيء فقدره تقدير هذا أمر غاية في الأهمية مسألة أخرى وهي أن المؤمن يعلم بأن هذه الابتلاءات وهذه المصائب التي تحصل سواء على المستوى الفردي أو الجماعي إنما لحكمة أرادها الله عز وجل فلله عز وجل رسائل إلى الخلق والعباد لله عز وجل رسائل إلى الخلق والعباد ومن جملة هذه الرسائل هذه الابتلاءات وهذه المصائب حتى يعود الخلق إلى ربهم جل وعلا وحتى يتنبه في أحوالهم وفي أمورهم وفي شؤونهم لأن الإنسان في واقع الأمر طبيعته وتكوينه أنه إذا اغتنى طغى كما قال جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى أرأاه استغنى ولذلك إذا شعر الإنسان بأنه متروك هكذا فتجده مثلا يعص الله وتجده يعني يخوض في محارم الله عز وجل وتجد هو يغذى بالنعم ويعطى من الصحة والشيء قد يظن بأنه على صواب ولذلك الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتله حتى يعيده إليه فيسمع جؤاره ويرى حاله وقد عاد إلى رشده قارون ماذا قال قارون طغى وبغى حتى قال إنما أوتيته على علم عندي هذا ورثته كابرا عن كابر ولذلك من المهم جدا أن يعلم الناس بأن هذه الابتلاءات في طياتها منح وهبات وعطايا من الله سبحانه وتعالى ولا يعقل ذلك إلا العالمون ما يمكن أن يفهم هذا إلا من تربع الإيمان على عرش قلبه ونجد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتعاملون مع المصائب تعامل عجيب جدا فيقول ليس بفقيه من لا يعرف بأن هذه الابتلاءات إنما هي نعم ومنح من الله سبحانه وتعالى لذلك كثير من الناس سبحان الله عاد إلى الله عز وجل بعد ابتلاء بعد ابتلاء وبعد مصيبة أصابته فعاد إلى الله وانتبه وأنه كان فعلا يمشي في طريق أعوج ويمشي في طريق نهايته النار نسأل الله العافية والسلام هكذا يفسر المؤمن هذه الابتلاءات وهذه المصائب كذلك من المهم جدا أن يعلم المؤمن بأن هذه الابتلاءات التي يرسلها الله عز وجل على الخلق والعباد إنما هي عامة وليست خاصة ولذلك لا يمكن لأحد أبدا أن يسلم من المصيبة لكن تتنوع المصائب من شخص إلى آخر وتتلون من جهة إلى جهة فالله عز وجل قال ولنبلونك بشيء من الخوف لاحظ كلمة الخوف الخوف أنواع الخوف على المستوى الفردي المستوى الجماعي المستوى الأممي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولأجل هذا نجد المصائب تتنوع فبعض الناس يعتقد بأن المصيبة هي فقط أن يصاب الإنسان بحادث أو بموت قريب أو بفقد حبيب أو بحريق مثلا أو بشيء من هذا لا لا ليست هذه المصائب المصائب كثيرة هذا منها فالمصائب متنوعة ومتعددة منها ما يتعلق بالأموال منها ما يتعلق بالأبدان منها ما يتعلق بالأولاد منها ما يتعلق بأشياء كثيرة لكن أخطر مصيبة يوم أن يبتل الإنسان في دينه ولذلك يقول شريح القاضي رحمة الله عليه ورضي عنه يقول إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات هكذا يقول أحمد الله عليها أربع مرات المرة الأولى أحمد الله على هذه المصيبة إذ لم يجعلها في ديني لا ما جعل هذه المصيبة في ديني وإنما جعلها في دنياي وأحمد الله جل وعلا عليها إذ رزقني الصبر عليها الصبر على هذه المصيبة وأحمد الله جل وعلا إذ رزقني الاسترجاع عليها يعني أقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأحمد الله جل وعلا عليها إذ لم يجعل غيرها أعظم منها يعني أصابني بمصيبة هناك مصائب أعظم نجاني الله عز وجل منها هذا والتفسير الإيماني للتعامل مع المصائب العجيب أن بعض الناس الأسف الشديد في حال المصيبة بدل أن يلجأ إلى الله يفر من الله سبحان الله نعظم يعني المفترض العقل والمنطق والواقع والدين يفرض عليك منك تلجأ إلى الله لا أن تفر من الله عز وجل ولذلك الإنسان في المصائب يلجأ إلى الله وحتى الذين لم يعتنقوا الإسلام ولم يؤمنوا وكانوا يشركون بالله جل وعلا إذا وقعوا في المصيبة لجأوا إلى الله كما قال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين هكذا فعلا الإنسان الذي السوي الذي فعلا لما يقع في مثل هذه الابتلاءات والمصائب يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى هذه مسألة غاية في الأهمية ولذلك من المهم جدا أن يفهم الإنسان هذه المعاني أمر آخر لا بد أن يعلم الإنسان بأن هذه الدنيا هذه ليست هي الجنة التي لا نصب فيها ولا وصب ولا تعب ولا هم ولا حزن لا هذه الدنيا هي دار الابتلاء دار الأعراض دار الأمراض دار الابتلاءات ولذلك كل من يتوقع بأنه سيعيش في هذه الدنيا في سرور دائم في نعيم مستمر فقد أخطأ أخطأ طبعت على كذر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار هذه الدنيا دار الأكدار والأحزان ولو سلمت لأحد لسلمت لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي عانى وقاس من أحوال الدنيا شيء عجيب وكان يعني يهرب من الدنيا مع أن يأتيه الملك بإذن الله جل وعلا أسير لك جبال مكة وأوديتها ذهبا وفضة يعرض عليه النعف يقول ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذو الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها فأعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسكوطينتها والزعفران حشيش نابت فيها هذه الدنيا في الواقع ولذلك لما أقول هذا الكلام حتى يكون عند المسلم والمؤمن استعداد لكل مفاجأ من مفاجآت الحياة ستتعرى هذه الحياة الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هذا ربنا جل وعلا مالك الملك تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساء كم يعني الآن نحن أبناء الدنيا هذه الدنيا كم تقدم فيها من زنيم وكم تأخر فيها من عظيم كم افتقر فيها من غني ونحن نرى وكم اغتنى فيها من فقير كم صح فيها من مريض على شفى الموت وكم مات فيها من صحيح كثير من الناس يزورون شخص لأجل أن يودعوه لأنه في النزع الأخير هو هذا الشخص يدفن هذا الحي الصحيح الذي زاره ما كتب الله عز وجل له الموت وإنما أجله ولذلك هذه الدنيا أمرها عجيب فلابد أن يكون عند الإنسان استعداد لتلقي المفاجآت وصدمات الدنيا حتى لا يعني ربما يحصل له شيء حينما يصاب بمصيبة هذه الدنيا ولذلك المؤمن دائما عنده من الشجاعة وعنده من القوة وعنده من القدرة في تجاوز الأزمات الشيء المعروف لماذا؟ لأن هناك إيمان متربع على عرش القلب هناك يقين هناك ثقة بالله رب العالمي أي يومي من الموت أفر يوم لا قدرة أم يوم قدر يوم لا قدرة لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر من المقدور لا ينجو الحذر ولذلك هذه الأشياء من المهم جدا أن يعرفها الإنسان أمر آخر لا بد للإنسان أن يعلم بأن الله عز وجل إنما أراد الخير للإنسان الآن بربكم شخص يحتاج إلى عملية جراحية ماذا يفعل به الطبيب؟ ويذهب بنفسه للطبيب الطبيب يبضع لحمه ويشق جلده وربما يكسر العظم ليعيده وربما يستأصل شيء عظم من أعضاء الإنسان لمصلحته لمصلحته هو يعتقد بأن الآن ظاهر الأمر فيه ألم فيه وجع فيه حزن فيه بكاء لكن النهايات طيبة لماذا؟ لأن هذا في صحته فالله عز وجل حينما يبتلينا إنما لأجل أن لأجل أن يعيدنا إليه لأجل أن يصحح المسلم المسار ولذلك قال الله عز وجل وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عسى أن تكره شيئا تكرى أنت شيء لكن هو في طياته خير لك وعسى أن تحب شيئا وهو في طياته شر لك وأنت ما تدري ما تدري كم من إنسان حريص على شيء يعتقد بأن الخير فيه وما وفق إليه لأن الله يعلم بأن هذا لو سلكه ومضى فيه ستكون العاقبة سيئة وكم من إنسان كره أمرا مضى في حياته أمر من الأمور كرهه وكذا كانت النهايات طيب كانت النهايات طيب لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أعجبتهم أنفسهم في غزوة بدر وأصبح عندهم من العزة والشيء حتى أنهم ظنوا أنه خلاص أدبهم الله عز وجل في أحد أدبهم في أحد فعادوا إلى الطريق وإلى المسار الصحيح لماذا؟ لأنهم اعتقدوا فئة قليلة أمام جيش عرمرم يزحف بعدده وعتاده وجاء بقضه وقضيضه يحد الله ورسوله وهزموا مع أن الصحابة لم يكن معهم إلا سيوف عادية فلما جاءت أحد وكانت الغلبة للمسلمين في أول المعركة وأصبح هناك زهو بأنفسهم أدبهم الله عز وجل وفعلا بعد هذا التأديب ارتقوا في سلم الكمال بإذن الله جل وعلا ولذلك أخواني وأخواتي هذه المصائب سواء على المستوى الفردي أو الجماعي فيها أمور كثيرة جدا فالصبر على البلاء نعمة من نعم الله عز وجل ولذلك الله عز وجل أمر بالصبر والصبر من حيث الأجر لا حد له الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني الصبر بالنسبة للأجر والثواب لا حد له لا حد له هذا فضل الله عز وجل الناس حقيقة أمام المصائب والابتلاءات على أنواع أو على نوعين بالإجمال نوع يصبر ونوع يتسخط الذي يتسخط والعياذ بالله لا شك بأنه واقع في محرم وأمر خطير جدا لأنه معترض على حكم الله عز وجل وعلى قدره ولذلك تجد التسخط أحيانا يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح كيف ذلك التسخط قد يكون بالقلب يعني داخل قلب الإنسان عنده من عدم الرضا والكراهية لما قدر الله عز وجل الشيء الذي يجعله يعني يجعل إيمانه ضعيف بحيث أنه كارح لهذا الشيء وغير راضي به بالمناسبة هذا يختلف عن الرضا نحن لعلنا نشير إلى قضية الفرق بين القدر وبين الرضا من جهة وجوب الإيمان القدر أصل من أصول الإيمان يجب الإيمان بالقدر الرضا في خلاف بين العلماء منهم من يقول يجب الرضا بالقضاء يعني بالأمر المقضي الذي تكره أنت وبعضهم يقول لا لا يجب لا يجب بمعنى أنك تتمنى يعني أو أنك لم ترضى به أصلا يعني تقول تتمنى لو لم يحصل لك لكن السخط اللي بالقلب السخط على الله جل وعلا هذا خطير جدا التسخط باللسان هو الهجر من القول كأن يقول كلام مثلا مثلا بعض الناس يقول يا ربي إيش عملت أنا حتى تبتليني مثلا هذا التسخط والعياذ بالله أو مثلا النياحة أو مثلا الكلام الذي كأنه يشير إلى أن هذه المصيبة ليست عدل نعوذ بالله نسأل الله العافية والسلام يعني الله عز وجل ما عدل معك كيف يعني يصيبك بهذا هذا والعياذ بالله أمر خطير التسخط بالجوارح أن يعمل الإنسان عمل يدل على عدم رضاه عن الله عز وجل إما بفعل معين أو شيء من هذا القبيل من ذلك مثلا لطم الخدود وشق الجيوب ونفش الشعر ودعاء بدعاوى الجاهلية أو شيء من هذا القبيل النوع الثاني الذين يصبرون وهنيئا لهذا الجنس من الناس يصبر بذلك الله عز وجل قال أمر بالصبر ووعد عليه الخير قل جل وعلا والعصر إن الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قل جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق ولذلك الصبر هو العمود الفقري لهذا الدين الصبر هو العمود الفقري للإيمان الصبر هو الأساس الذي حقيقة به يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذه العقبات وهذه الفصول المحزنة وهذه الآلام الصبر لذلك الصبر عاقبة وحميدة الصبر على ثلاثة أنواع الصبر على طاعة الله الصبر عن معصية الله الصبر على أقدار الله المؤلمة والامتحان الحقيقي متى يكون يكون في واقع الأمر بالنسبة للإنسان عند الإبتلاء يعني من السهل جدا يقول إنسان والله أنا صابر أنا أصبر الحمد لله لكن متى الاختبار والمحك الحقيقي يوم أن يبتل هنا يظهر يعني الكلام الزائف والمغشوش من الكلام الصدقي والحق ولذلك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة لما قالت مرة على قبر مرة على مرأة تبكي على قبر فقال صبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصابي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها طبعا بعدما اعتذرت له قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى تعلمون إخواني وأخواتي بأن كل شيء يبدأ صغير ثم يكبر إلا المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر الآن المصيبة لما تأتيك ونسأل الله تعالى ويعافينا وإياهم جميعا أول ما تأتي صدمة كبيرة ثم مع الوقت تبدأ تضمر وتصغر حتى تنته لك هنا يأتي الإيمان إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى فالناس في الواقع يعني لما يأتي قضية الرضا عن الله عز وجل يعني هو يقول لك أنا الحمدل راضي عن الله والواقع أن الناس رضاهم عن الله في حال النعماء في حال الصحة والخير لكن لما يأتي الابتلاء فعلا هل تكون أنت راضي عن الله هذا الاختبار الحقيقي ولذلك هذا الجنس من الناس الصابرين هم على مراتب أيضا هم على مراتب أيضا فمنهم الصابر هذه مرتبة عظيم منهم الذي يرضى وهذه رتبة عظيمة جدا يعني هي الرضا مرتبة تشتمل على الصبر وقدر زائد أيضا وهي أن ترضى عن الله كيف ترضى عن الله ترضى عن الله بأنك صبرت على هذا المصيب وعلمت بأن الله عز وجل إنه ماراد الخير فأنت راضي عن الله عز وجل لأنك تعلم بأن الله عز وجل حكيم تعلم بأن الله عز وجل حكيم مرتبة أعظم من هذا وهي تشتمل الرضا تشتمل على الصبر والرضا الشكر هذه رتبة عظيمة أيضا فأنت تكون صابرا راضيا شاكرا لله عز وجل شاكرا لله عز وجل هذه مرتبة أعظم المراتب ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له الله أكبر يعني ما بين صبر وشكر يشكر الله ويصبر على قدر الله عز وجل ولاحظ الأنبياء عليه الصلاة والسلام كيف صبرهم صبروا صبرا عجيبا أيوب عليه السلام بقي في البلاء ثمانية عشر عاما ثمانية عشر حتى كاد أن يختفي جلده عظم تغير شح بلونه ما عرفه الناس وماذا كان يقول لرب عز وجل ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ما قال يا ربي شفني لا يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني هو يعرض نفسه على ربه جل وعلا لأن يعلم بأن تقدير الله عز وجل خير له ولذلك الله عز وجل أعطاه الفرج أركض برجلك هذا مقتسل بارد وشراب هكذا المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى يعني بلاء عظيما في مكة تعارضه قريش معارض عنيفة وتواجهه مواجهة قاسية هددته في سربه وحياته لدرجة أن مكة الفسيحة أصبحت سجن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ضاق عليه كل شيء يذهب إلى الطائف وحيدا يحدوه الأمل أنه يعني يقفون معه وينصرون ليبلغ كلمة الله فيتفاجأ بأن أهل الطائف يواجهونه مواجهة أشرس أعنف وأقبح من مواجهة قريش يحرّضون عليه السفهة والصبيان والمجانين فلما عاد كان من دعائه وهذا الحديث وإن كان يعني من جهة الإسناد متكلم فيه إلا أن حديث عظيم ومعناه جميل يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكيلني إلى بعيدي يتجهموني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي الله أكبر إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أقرب لي الحديث ولذلك أخواني وأخواتي هذا أمر مهم جدا أن الإنسان فعلا يكون شاكرا ذاكرا صابرا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قبض الله روحا ابن عبده المؤمن يقول لملائكة وهو أعلم ماذا قال عبدي قالوا حميدك واسترجع ما معنى حميدك يعني قال الحمد لله واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجع بالمناسبة أذكر قبل ما أكمل الحديث بعض الناس في المصائب ماذا يقول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا هذا ليس مناسبا في هذا الحال المناسب أن تقول إنا لله وإنا إليه راجع هذا هو المناسب ولذلك يقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد يقول العلماء ليس هناك بيت في الجنة له اسم إلا هذا البيت هذا لمن لإنسان قبض الله روح ابنه إنسان قبض الله روح ابنه ولده سواء ولد ابن أو بنت وقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجع إنا لله وإنا إليه راجع الله أكبر هذا هو الإيمان الحقيقي أمر آخر المصائب والابتلاءات أخواني وأخواتي فيها الأجر والثواب فإن أناسا يبلغون في الجنة المنازل العالية ليس بعمل عملوه وإنا بالصبر على الابتلاءات وقد صحت بهذا أحاديث من أكثر من وجه تشير إلى هذا المعنى حتى إن أهل العافية ليتمنون ما عليه أهل البلاء لماذا يقولون لما يرون يرونهم وهم يمشون وليس عليه بخطيئة يقول يتمنون لو قرضت جلودهم بمقارض يتمنون لأنهم ابتلوا في هذه الدنيا ابتلوا في هذه الدنيا لأنهم رأوا أهل الابتلاء هؤلاء الذين أصابتهم الأمراض والابتلاءات في الدنيا يمشون وليس عليهم خطيئة ليس عليهم خطيئة والابتلاءات هذه دليل على محبة الله عز وجل فالله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه كما جاء بذلك جاءت بذلك الأحاديث فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا أصاب منه ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل 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 ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء عظم الجزاء ما عظم البلاء وإذا رأيت الله عز وجل يعظم المصيبة على العبد فاعلم بأن الجزاء سيكون على قدر هذه المصيبة على قدر هذه المصيبة كلما عظم البلاء عظم الجزاء عظم الجزاء بإذن الله جل وعلا ولذلك أخواني وأخواتي بارك الله فيكم من المهم جدا أن نعلم بأن هذه الابتلاءات وهذه المصائب أولا هي من قدر الله عز وجل والأمر الثاني أنها ماضية في الخلق والعباد والأمر الثالث أن هذه الدنيا ليست بدار نعيم دائم ولا بلذة مستمرة وإنما هي دار ابتلاء ودار عناء ودار نصب وأن الجنة هي دار النعيم نعيمها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار الأمر الآخر المؤمن في الغالب أهل الإسلام من أكثر الناس حسنا في التعامل مع الابتلاءات ولذلك عندهم من لينة العريكة ومن طمأنينة القلب ومن راحة البال الشيء الذي يختلفون فيه عن الآخرين لماذا؟ لعلمهم بأن هذه كلها من قدر الله عز وجل بأن هذه من قدر الله عز وجل وأن الله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك أمر آخر أن يتعامل الإنسان مع هذه الابتلاءات التعامل الصحيح منها حمد الله عز وجل وشكره الأمر الثاني قول إنا لله وإنا إليه راجعون الأمر الثالث استعمال الأسباب الشرعية والطبيعية في دفع البلاء في دفع البلاء وهذا مأذون فيه ولذلك المؤمن يتوكل على الله عز وجل ويبذل الأسباب فالأسباب الشرعية والطبيعية من جملة التوكل على الله عز وجل من جملة التوكل على الله عز وجل فالنبي عليه الصلاة والسيد المتوكلين ومع ذلك استعمل الأسباب في دفع الابتلاءات والأمراض ودفع المصائب عليه الصلاة والسلام فالأسباب الشرعية الأوراد والأذكار والتعويذات التي وردت القرآن والسنة والأسباب الطبيعية الخالية من الشرك والبدع والأمور التي هي من المحرمات وإنما استعمال الأشياء الطبيعية كالأشياء الصحية والطبية التي يعني بالتجربة وبالخبرة والناس يتعاملون فيها هذا شيء طبيعي النبي عليه الصلاة والسلام لبس درعين لما أراد أن يجاهد في سبيل الله وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم كان استعمل الكي عليه الصلاة والسلام وصف الدواء عليه الصلاة والسلام العسل شرطة محجم كية نار عليه الصلاة والسلام كل هذه أوصاف منه لأجل أن يستعملها الناس أمر آخر أن الإنسان لا بد أن يعلم بأن الله عز وجل إذا ابتلاه إنما ابتلاه لأنه يحبه جل وعلا ولذلك كما جاءت بذلك النصوص إذا أحب الله عبدا ابتلاه الأمر الآخر أن لا يجمع الإنسان على نفسه مصيبتين مصيبة البلية وفوات الأجر فللأسف بعض الناس قد تنفلت من عذبة لسانه لفظة توبق دنياه أخرى أو على أقل تقدير تذهب الأجر الأجر الذي رتبه الله عز وجل على هذه المصيبة وهذه البلية ولذلك دائم الإنسان يضبط تصرفاته ويضبط لسانه فحال المصيبة يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون يجد بردها في قلبه وصدره يجد طمأنينة وراحة فلا يجمع لذلك ليس من العقل أن الإنسان في حال المصيبة يطلق لسانه وبعدين يقول الله أنا ما تحكمت بنفسي وشيء من هذا القبيل لا وإنما يضبط لسانه وينتبه لألفاظه حتى لا يذهب الأجر ولا يجمع على نفسي مصيبتي مسألة أخرى أن نعلم بأن هذه الابتلاءات كما ذكرت رسائل من الله عز وجل يريد الله عز وجل أن ينبه العباد والخلق ولذلك النفس البشرية إذا استمرت في النعيم استمرت في الصحة تطغى شيء طبيعي ولذلك هي رسائل كم من إنسان عاد إلى الله بعدما كان لاهيا في هذه الدنيا تائها في أوديتها فلما ابتلاها الله عز وجل ببلية أو بمصيبة عاد إلى الله وعرف كما يقولون يعني يعرف بأن فعلا كان في غفلة وفي ضياع فعاد إلى الله عز وجل بعض الناس عنده من النسيان وعنده من الاعتقاد بأن خلاص أصبح في حالة كأنه من المخلدين يعتقد بأنه كأنه من المخلدين يعني ذكرت قصة عجيبة جدا وهي يعني فعلا درس يقول بعض الأغنية قال لي صاحبي تعال أريك يعني ما أملك فذهب به وأراه البناية الفلانية والعمار الفلانية والمصنع الفلاني والشركة الفلانية ودار به فقال ما شاء الله اش رايك بأملاكي قال وينها أين أملاكك ما رأيت شي قال سبحان الله كلها الوقت هذا يعني أدور فيك وتقول لي الآن وين أملاكي قال ما شفت شي هذه للورثة ما يبلك هذه الذي لك هو الذي تقدمه في الدار الآخرة المسجد بنيت مسجد هذا الذي ينفعك عند الله عز وجل هذا هو ما لك الحقيق حفرت بئر كفلت يتيم أطعمت شائع كسوت عاري هذا الذي يبقى ولذلك بعض الناس سبحان الله عظيم يكون في غفلة في هذه الدنيا فيحتاج رسالة وهذه رسالة إما أن تأتي من الله جل وعلا أو يسر الله عز وجل إنسان يعظ أخاه مثل هذه الموعظة الطيبة مثل هذه الموعظة الطيبة وأيضا الإنسان إذا أراد أن يتسلى في مصيبة وقعت عليه وكانت كبيرة أن يذكر مصيبته في موت النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة على المسلم هي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمدي الحديث معكم شيء وجميل لكن لعلي أكون بهذه الكلمات أتيت على الموضوع أو على أطرافه أو على عنوينه أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يعافينا وإياكم وأسأله جل وعلا أن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء وأسأله جل وعلا لي ولكم الحفظة إنه خير مسؤول والله تعالى أعلم وأعلى وأجل صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد ترجمة نانسي قنقر